وكذلك الجيش الجزائري بأن يوخف شلال الكم وأن يتدخل لحماية الشعب الليبي تحت قرار المتحدة لحماية المسانية ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها المجرم وأبنائه ومرتزقته إننا من هنا نناشد رئيس الوزراء محمد نجيب ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان اجتماعي ما في اسطنبول أن يفعلوا المعتبر الإسلامي وأن يعزلوا النظام كما عزلته الجامعة العربية سياسيا ودبلوماسيا ونزع الشرعية عنه لقد تقضت ورقة التوت عن هذا النظام الفاشي وظهر وجهه الخبيح الذي وراهه على العالم حيلة 42 عام من حقوق البغير على العالم أن يعلم أن ليبيا حرة وأن مصالحه مع الشعب الليبي وليست مع الطاغية ليبيا حرة وكذب برقى ليبيا حرة وكذب برقى